وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ذكرنا قبل ذلك وقسمنا الأعمال التي يقوم بها الحاج في أثناء حجه إلى بيت الله الحرام منها ما هو فرض أو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو سنة وقلنا الفرق بين هذه الثلاثة أن الفرض لا يجزء عنه الدم وإذا تركه المرء لا يصح حجه وعليه الحج من قابل أما الواجبات فإنها تجبر بدم وأما السنن فلو تركها المرء لا إثم عليه ولا دم عليه لكن فاته كمال الأجر وعظيم الفائدة أول هذه الأركان وهو الإحرام الإحرام أن يحرم الإنسان على نفسه ما كان مباحا لها من قبل هذا هو الإحرام فالعبادات منها ما لها تحريم وتحليل كالصلاة والحج فالصلاة أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم وكذلك الحج فإنه مفتتح بالإحرام ومختتم بالحلق كما عند الشافعية قالوا من أركان الحج ومن فرائض الحج الإحرام والحلق والتقصير والإحرام مصدر من أحرم الرجل إذا دخل في حرمة لا تهتكو كما نقول أشتاء إذا دخل الشتاء وأصبح إذا دخل الصباح وأمسى إذا دخل المساء أما الإحرام شرعا أن ينوي الحج ويلبي لبيك اللهم لبيك ينوي بقلبه ينوي الإنسان الحج بقلبه ويلبي لبيك اللهم لبيه فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه وإن نوى ولم يلبي إن عقد إحرامه على الصحية السادة المالكية قالوا يكفي مجرد النية كما قال الإمام بن عبد البر وبن العربي وقال بن الحاجب إن النية والتلبية أحب إلى مالك من تسميتي ما أحرم به السادة الشافعية قالوا مجرد النية من غير لفظ ولا تلبية على الأصح ولا يكفي اللفظ من غير نية ولا النية من غير لفظ والأفضل الجمع بينه قال الإمام أبو حنيفة لا ينعقد الإحرام إلا بالنية مع التلبية أو سوق الهدي وعلى ذلك فالاحتياط أن ينوي بقلبه ويقول بلسانه وهو مستحضر نية القلب نويت الحج وأحرمت به لله تعالى ويلبي لبيك اللهم لبيه وإن كان الحج والعمرة عن فلان فليقل نويت الحج عن فلان وأحرمت به لله تعالى عن فلان ثم يلبي لبيك اللهم لبيك وأما إطلاق النية فهو أن ينوي نفس الإحرام ولا يقصد الحج ولا العمرة ولا القران فهو جائز بلا خلاف ثم ينظر بعد ذلك ويكون الصرف والتعيين بالنية لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف أهللت قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم لبيت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن وكما نعلم أن المحرمون بالحج والعمرة على ثلاثة أقسام إما إفراد وإما تمتع وإما قران الإفراد وهو أن ينوي الحج مفردا الإفراد نية الإفراد أن ينوي الحج مفردا وأما نية التمتع أن يهل بالعمرة في أشهر الحج من الميقات ثم يطوف ويسعى ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفى والمروة ثم يحلق ويتحلل ثم يقيم بمكة حلالا فإن ذلك فإذا كان يوم الطروية يحرم بالحج من مكانه الذي يقيم فيه هذا هو التمتع وأما القران هو أن يهل بالنسكين معا أن يهل بالنسكين معا العمرة والحج معا ليس بينهما تحلل ليس بينهما تحلل إما مفردا وإما قارنا وإما متمتعا هذه هي أنواع الإحرام واختلف الفقهاء بعد ذلك أيهما أفضل الإفراد أو التمتع أو القران السادة الشافعية قالوا الإفراد أفضل والسادة المالكية والحنابلة قالوا التمتع أفضل لأن له ذكر في القرآن الكريم أما الحنفية فقالوا القران أفضل من الإفراد ومن التمتع ولك أيها الحاج المبارك وأيتها الحاجة المباركة الخيار في أن تكون مفردا أو متمتعا أو قارنا فقد أخرج الإمام البيهقي في سننه باب الخيار بين أن يفرد أو يقرن أو يتمتع وأن جميع ذلك واسع له فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله هذا هو الإحرام وهذا هو تعريف الإحرام النية مع التلبية ومن الفقهاء من قال تكفي مجرد النية دون التلبية ومن الفقهاء من قالوا الأفضل حتى يجتمع عزم الإنسان النية مع التلبية وقلنا المحرمون بالحج والعمرة ثلاثة إما مفردا وإما قارنا وإما متمتعا